لا يعني انت كنت طب انت شاف ان الموضوع انت عندك كده ولا يعني هل ده توجس ولا ولا هتمشي في المصار ده ولا البناء انا شخصيا المندهش انه يبقى المعالجة كلها ضد اللاعب محاولة فتح كل الامور ضد كهرباء محاولة توجيه القضية والرأي العام فيها والتحاد الكورة حتى في اتجاه معين بينما الطرف الاخر لكهرباء الرأي ولا النادي البرتغالي الرأي ولا المحكمة اصلا اللي رحت لها الاوراق اصدرت حكمها لكن بالتالي منصة اعلامية بتاخد القضية كلها في اتجاه معين يعني منصة اعلامية يعني منصة اعلامية بتاخد اتجاه معين شوف هو 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 الكابت المتحدة شلبي في ظهوره الاخير اللي بنتمنى له فيه كل التوفيق رئيس تحريره الاستاذ محمد صيام الضيفة الدائم معاه الاستاذ أسامة خليل الاتنين من حيث الموقف الانتخاب الاخير في الاهلي الامور كانت معلنة واضحة وضوح الشمس للجميع هل ده يفضل ماشي بهذا الشكل من هذه المنصة فيما يخص النادي الاهلي انت كده جاوبت على لماذا جاء ناصر اعزام بصفته محايدا هو ما جابش طرف يمثل لكابتن كهربا اه احنا ملناش دعوه احنا لحد الوقت القصة تخص كهربا مع نادي اللي كان فيه نادي الزمالك اه وهو كان أستاذ ناصر كان استطيع أن يدخل بالصفة محاقه يدافع عنه يتنظر الزمالك بالضبط ده دوره الزمالك شاكيه هو ده دوره بالضبط وغالبا ملف معاه اه انما كده يبقى انت المسألة كده ممكن تبقى لأ مش هتقف عند هذا الحد ودي دي بقى هو ده حسن ترواضة بقى اه انك بتصدار لي حاجة لكن هي بتدار بطريقة تبربط بقى ما يكتب خلال الاسبوع الماضي مع الضيف مع رئيس التحرير مع هذا البرنامج مع صفحات اخرى هم هم نفس الابطال نفس المجموعة اللي واخده موقف من نادي الاهلي واللي كانت مستولية على العمل الاعلامي والاداري داخل النادي الاهلي خلال الاربع سنين من 14 ل18 واللي هي النهاردة مازالت بتعمل بكل الجهد على ان هي تضرك وتديرك ف يعني لما انا بقول حسن ترواضة اعظون الناس فيهم تقصد ايه صحيح انت كنت عايز اخترق النادي الاهلي الحمد لله ربنا نجانا وروح يا اخي انا مش لانا خصمك ولا انا عدوك ولا عايز لك الشر عايزك ترتقي وتتقدم كاعلامي وتزدهر بس وريني مرة انك بتتكلم على ناديك وتفخر بيه وريني مرة زي انت بتنقض ناديك عشان تصوف اللي انت منتميله مش كل حياتك مكرسة انك انت تهاجم النادي الاهلي وتشتم في رموزه وتوهنها وتوضح السوق طب اما النادي الاهلي سائل كده كنت حريس تكون موجود فيه ليه اه ولا المسألة دي هتنتهي عند ايه بنفس الاسماء يا أستاذ ابراهيم الخامسة او الستة بخلاف اللي بيحركهم اللي انت عارف وانا عارف اه الاعلامي اللي هو يعني راجل يعني اللي قال هل نوش يا نقوم الزمالي كان وقع الاهلي فهو الراجل قالها يعني افتكرها انها دعابة لكن هي خطة وما زالت مستمر انا بكلم جمهور الاهلي احضروا حصان تروادة